ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة اليوم الأربعاء المشتبه به في قتله لطبيب وتقطيعه لجتته حيث تم اعتقاله بمدينة وارزازات وكان الطبيب الراحل الذي عطر على جتته مقطعة الأوصال مساء أمس لتولتاء بيطنجة قد ظل خمسة أيام مختفيا قبل أن تعتر عليه الشرطة وقالت الزميلة للطبيب إنه كان من المتطوعين في الصفوف الأمامية في مجموعة من المراكز الخاصة بالكوفيدة 19 إذ عمل أخيرا في مركز إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة بالمعهد العالي للسياحة وكشفت أن الطبيب اختفى عن الأنظار لمدة خمسة أيام إذ حاول زملائه الاتصال به أكثر من مرة لكن هاتفه لم يكن مشغلا وأضافت أنه كان على موعد مع أصدقائه الأطباء خارج العمل من أجل لقائهما في مقهى إلا أنه تخلف عن الموعد ومن هناك أعلنوا اختفاءه نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب